ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضع فقلب المؤمن تغشاه سحب المعصية فيظلم فإذا جدد الإيمان انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان والقلوب أوعية الإيمان وهو فيها يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالمؤمن يتعاهد إيمانه دائما يزيده ويجدده ومن أهم وسائل تجديد الإيمان في القلب الاهتمام بأعمال القلوب وعلى رأسها الإخلاص فأداء العمل مهم لكن الأهم منه تصحيح النية عند أداء العمل والأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما قام في قلوب عامليها تلاوة القرآن وتدبره يقول ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تجود إيمانك فملاك ذلك أن تقبل بقلبك كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله وأخذ نصيبك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك فإذا نزلت الآية على داء القلب برئ القلب بإذن الله الإكثار من ذكر الله تعالى قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى